إن رمزية هذا الاحتفاء يحللنا بالأساس إلى مكانة القضاء في المجتمع وأهمية تكوين القضاة وموجبات العناية بترقية الكفاءة البشرية باستمرار ضمن سياق تعزيز مسار إصراح العدالة وفق خطوات ثابتة تهدف لتمكين القاضي من تكوين نوعي يسمح له باستجابة جيدة لمتطلبات المهنة بالفعالية والاقتدار المطلوبين إن الجهود المبذولة في مجال التكوين ترمي لمرافق التغيرات المتجددة والمستمرة الحاصلة في المجتمع والتسلح بالتكوين اللازم لمواجهة تزايد عدد المنازعات وتشعبها وتعقدها خاصة في ظل التطور التكنولوجي والرقمي من جهة كما تهدف من جهة أخرى إلى تحسين نوعية خدمات المرفق العمومي للعدالة وحماية حق المواطن وحرياته الأساسية نحن جد مصرورون باسمي وباسم الدفعة نحن نعبر عن كامل صرورنا بهذا الحفل وتخرجنا من رحاب هذه المدرسة وكلنا دراية بالمسؤولية التي على اعتقنا ونحن سعيدين جدا بهذه المناسبة التي شكلت فارق في حياتنا والتي من خلالها سنلجو إن شاء الله إلى الحياة المهنية ونحن اليوم أقدمنا على هذه المهنة بكل قناعة من أجل الصهر على التطبيق الصارم لقوانين الجمهورية اليوم تخرجنا الدفعة السادسة والعشرون وزدني الله توفيقه واني كنت ميناء الأوائل الشكر لله عز وجل وللولدين الكريمين الشكر لأساسدتنا بالمدرسة العليا للقضاء كل موظفين وإطارات وعلى رأسهم مديرها العام وكل المديريين شكرا للمشاهدة